قدم خمسة نواب مخترح قانون يقضي بإنشاء صندوق بمسمى ذخر في بنك الإتمان يشارك فيه جميع المواطنين العاملين ممن يتقاضون راتبا بمبلغ يستقطع منهم شهريا على أن يمنح البنك لهم قرضا يوازي المبلغ المدخر في الصندوق بشروط ميسرة يوجه لشراء أو بناء المساكن النواب الدكتور خليل عبد الله وخليل الصالح وفيصل الكندري والدكتور عودة لرويعي وصلاح خرشيد بيّنوا أن مخترحهم يهدف إلى تطبيق سياسات ذكية تشجع المواطنين على الادخار وتحسين فرص الرعاية السكنية وتجنيبهم الانفاق الاستهلاكي وغيرها من الأمور التي قد تعرقل التخطيط وبناء الأسرة وتملك السكن